وصد نضال سأبدأ معك لربما من أبرز ما قالوا بيسكوف المتحدة باسم الكراملين قبل ساعات يعني رغم كل الضغوطات اللي يتعرض لها الجانب الروسي بيسكوف يؤكد أنه هذه العملية العسكرية التي نتابعها تمضي وفقا للخطة الموضوعة لها ونفى كل ما تردد عن أنه موسكو كانت تخطط أن تستغرق هذه العملية عدة أيام هذا يعني يفسد نضال أنه العملية اللي أردتها موسكو طويلة الأمد لماذا بتقديركم؟ بداية مساء الخير أهلا وسهلا لألك ولضيفك وللمشاهدين يعني أنا باعتقاضي الشخصي أنا أتوافق مع وجهة النظر الروسي أنه العملية العسكرية أولا هي تجري وفق المخطط له إذا يعني راقبنا المشهد الآن نرى أنه يعني عمليان الجيش الروسي سيطرة على أغلب المدن بعض المدن على وشك السقوط مثل خيرسون وماركو بول بالتالي أيضا يعني هناك تقدم للجيش الروسي على كييف ابتعد في المرحلة الأخيرة بنسبة 70 كيلو متر وطبعا هذا مؤشر على أن هناك صفقة وعلى أن هناك المفاوضات تتقدم ما بين الوفد الروسي والوفد الأوكراني أيضا إذا يعني تمعنا أكثر في المشهد نرى أن الجيش الروسي سيطر على المنشآت النووية دمر المختبرات البيولوجية عمليا هو الآن يحاصر الجماعات النازية القريبة من الجمهوريات التي استقلت مؤخرا أيضا سيطرة الجيش الروسي على بحر أوزوف أيضا الآن على وشك السيطرة أيضا على البحر الأسود فبالتالي عمليا نحن أمام عملية روسية نوعية أحكم يعني خلال أقل من شهر أحكم الجيش الروسي يعني عمليا على كافة مناحي الحياة في أوكرانيا أضف إلى ذلك أنه ضرب الموانئ ضرب استهدف المطارات ضرب المضادات الأرضية استهدف سلاح الطيران كل منظومات السواريخ الأوكرانية تم تدميرها بالكامل من هنا نرى هذا المناشدات من قبل الحكومة الأوكرانية لفرض الحظر الجوي لأنه عمليا تم تدمير أغلب المنشآت وفرض الحظر الجوي بطبيعة الحال أستاذ ندال مسألة لا يمكن اتخاذها ولا أي طرف غربي موافق عليها لأنه الكل يعتبر أنه في حال فرض هذه المنطقة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا سنكون أمام مواجهة مباشرة ما بين موسكو والغرب أو النيتو عندك معلومات يمكن مرتبطة بهذه المفاوضات المعلومات التي لم يحصل عليها أحد حتى الجانب الروسي لم يرد التحدث عنها خلال الساعات الماضية الحديث اليوم عن أمور لا تصل إلى الملفات أو النقاط الجوهرية بحسب ما يقول الجانب الروسي ما الذي أفضت إليه هذه المفاوضات حتى الساعة خليني عقب بس على حديث السيد الجنرال مارك من الولايات المتحدة أن يهودية زيلنسكي لا تزيل الاتهام عنه لأن الغاية يبدو أنها تبرر الوسيلة يبدو أن زيلنسكي لا يتورع مطلقا عن الاستعانة بكل التنظيمات الإرهابية هو وجه نداء منذ اليوم الأول لانطلاق العمليات العسكرية ودعا كل التنظيمات الإرهابية وسماهم متطوعين للانخراط في هذه المحرقة بدلا من أن يرفع راية السلام فأنا لا أعتقد أن احتضانه لأوزوف هذا يتعارض أو ربما أن يهوديته تتحارض مع هذا الأمر لأن الغاية في الحرب يبدو أنها تبرر الوسيلة بالنسبة لموضوع التأخر العمليات العسكرية الروسية هذا الأمر غير صحيح مطلقا والدليل على صحة كلامي أولا نحن نتحدث في أوكرانيا عن 604 ألاف بمساحة أوكرانيا الجيش الإسرائيلي في عام 82 عندما دخل إلى بيروت استمرت هذه العملية 88 يوما ولم يتمكن من الدخول إلى بيروت إلا بعد خروج منظمة التحرير باتفاق مع فيليب حبيب في تلك الفترة سيطر الجيش الإسرائيلي على 4000 كم مربع أيضا الجيش التركي قبل حوالي ثلاثة سنوات خلال عملياته في عفرين سيطر على 4000 كم مربع بظرف 59 يوما أن يحقق الجيش الروسي يعني أن يحقق هذه الإنجازات الكبيرة خلال فترة أقل من شهر فأنا أعتقد أننا نحن أمام عملية عسكرية ناجحة وحركة رشيقة من الجيش الروسي حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حلب في خرسون أو في أي من المدن الأوكرانية الجيش الروسي حريص جدا على عدم تدمير البنية التحتية لأنه يدرك أولا أن المنطقة الشرقية من أوكرانيا هي أغلبهم من الطرف الروسي أو مؤيدين لروسيا ويتحدثون الروسية وثقافتهم بروسيا ويدرك الجيش الروسي أيضا أن تدمير البنية التحتية لهذه المناطق سوف يعود بالمسئولية على الحكومة الروسية التي عليها عاطق إعادة إعمار هذه المناطق هل تعتقد حقيقة أنه يأخذ ذلك بعين الاعتبار وصل نضال السابع يعني البعض يراهن على يمكن هدف روسي بتدمير كل البناء التحتية حتى تصبح هذه المناطق تحت عهدة روسيا بعد انتهاء هذه المعارك يعني حتى هذه اللحظة نحن لم نشهد هذا التدمير فيه كيف بالحد الأدنى وحسب المعلومات أيضا يعني بما يتعلق بالمفاوضات أولا الرئيس زيلنسكي يعيش أسوأ لحظات حياته وهو يشعر بالخزلان من يعني تقاعس الناتو عن التدخل المباشر يشعر بالخزلان نتيجة أن الناتو لم يتمكن من فرض الحصر الجوي برغم من أنه قام بهذه الأمور في العديد من البلدان في العراق وفي ليبيا وفي غيرها وغيرها وبالتالي يعني كل الوعود التي قطعتها الإدارة الأمريكية أو حلف الناتو للرئيس زيلنسكي لم يتحقق منها أي شيء وربما هذا ما دفعه للجوء إلى المفاوضات جو المفاوضات حسب المعلومات التي وردتني أولا هناك أقرار أوكراني يعني الاعتراف بجزيرة القرم كجزء من روسيا على أن يتم وضع إطار خاص لجزيرة القرم بمعنى أن تكون تحت الإدارة الروسية المباشرة وأن تكون مفتوحة على أوكرانيا أما بخصوص المقاطعات التي استقلت مؤخرا فيبدو أن هناك طرح روسي لأن تكون تدخل أوكرانيا بمرحلة انتقالية ربما وأن يكون هناك شبه نظام فدرالي أو كونفدرالي وبالتالي يتم حل مشكلة اللغة والثقافة وحرية الحكم المباشر لهذه المقاطعات أيضا بخصوص موضوع الحياد هناك إقرار أوكراني أيضا بموضوع الحياد والانفكاك على الناتو الحديث الآن يتم حول الضمنات التي تطلبها الحكومة الأوكرانية والرئيس زليسكي الضمنات الأمنية طبعا الجانب الروسي حتى هذه اللحظة يرفض أعطاء هذه الضمنات الأمنية وخاصة من دولة مثل الناتو وخلال المفاوضات كان هناك جواب روسي أن روسيا قادرة على تقديم هذه الضمنات بالإضافة إلى أن من يتحكم في هذا الاتفاق يتم تشريع هذا الاتفاق من خلال الأمم المتحدة أما الجانب الروسي أين يفضل هذه بمعنى هل الجانب الروسي يقبل في هذه الأوقات عقد لقاء مباشر ما بين الرئيس بوتن والرئيس سليسكي متبقي لي دقيقة واحدة لهذا الحوار أود أن أسأل الأستاذ نضال السبع لأنه أشار إلى نقطة مهمة جدا أشرت إلى إمكانية لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني هل يمكن التعويل على اللقاء الرئيسين وما الذي يمكن أن ينتجه ذلك علما أن مسؤولين كثر التقوا من الجانبين ولم يؤدي هذا اللقاء إلى أي شيء يذكره سنضال خليني بس عقب بشكل سريع سريع جدا سريع جدا أولا أولا يعني الجيش الإسرائيلي معروف عنه ويقال أن هذا الجيش الذي لا يقهر عشرة ألاف مقاتل من منظمة التحرير والحركة الوطنية اللبنانية ولم تستطيعوا أن تدخلوا بيروت وبقيدهم 88 يوما حتى جاء فيليب حبيب ووقع اتفاق خروج منظمة التحرير هذا واحد عشرة ألاف مقاتل نحن الآن نتحدث في أوكراني عن 350 ألف مقاتل للجيش الأوكراني هذا واحد اثنان أنت تحدثت عن العراق العراق وعام 1991 الجيش العراقي خاضت من سنوات معركة متواصلة مع إيران ثم دخل الكويت واقترف الرئيس صدام حسين هذا الخطأ فتم استغلال هذا الخطأ وبالتالي نحن نتحدث عن جيش عراقي منهج لا يمكن مقارنة الجيش العراقي المنهج في الكويت كما حال الجيش الأوكراني الآن في أوكرانيا حتى عام 2003 كان العراق يتعرض إلى حصار على مدى 13 عاما بالتالي الذي تحقق بالعراق لم يكن انتصارا مطلقا النقطة الثالثة هل ممكن أن تجيبنا أين أصبح العراق بعد هذا التدخل الأمريكي بخصوص المناشدات التي يطلقها زيلانسكي للرئيس بوتن الرئيس بوتن غير مستعد مطلقا في هذه الأوقات لعقد أي لقاء مع الرئيس زيلانسكي ولكنه يشدد بنفس الوقت على الاعتراب بشرعية الرئيس زيلانسكي لأنه يريد منه أن يوقع على كل الاتفاقات والطلبات التي تقدمت بها موسكو النقطة الأخيرة ربما الجانب الروسي يعني ما بين الوساطات وإن كان هناك سوف يعقد لقاء ما بين الجانب التركي والجانب الإسرائيلي أنا أعتقد أن الجانب الروسي ربما يفضل الوساطة الإسرائيلية لأنه أولا يدرك أن يهودية زيلانسكي أو الطبقة الحاكمة الموجودة في كييف والمحيطة به زيلانسكي تخضع لتأثير مباشر سنكون بانتظار نتائج هذه الوساطات نضال السبع وهي كثيرة بطبيعة الحال سعية لإنهاء هذه الأزمة التي تعيشها أكراني شكرا للكاتب والبحث السياسي نضال السبع من بيروت